احنا المشكلة اللي احنا بيها الكل لازم يعني يعيوين تبه اخواني المشكلة اللي احنا بيها هي التحزبية التحزبية والمحسوبية بعض من الاخوان الوزراء الله وكيل ما يفقه شيء البعض منهم ما يفقه شيء خلوا الحزب الفلاني وزير وانفرض وزير على الشعب العراقي انفرض وزير وانفرض مدير عام وهو لا يفقه شيء والاكثرية يعني حتى شهاداتهم ترموا أصلا ما معتعرف بيها ولكن انفرضوا على الشعب العراقي هسا تجي تقول لي انت الوزارة سانحة ارجع وقل لك احنا مشكلة تشكيل الحكومة وانسحاب التيار الصدري هي مشكلة الوزارات ارجع وذكر وقول انه لون وجود التيار الصدري في العمل السياسية اللي هم اضافة نوعية يا شردو هون هسا احلى اقصار هسا اقول لك اجوز هذا المدير العام يتعلم هاي ذكرتني عندي واحد من عمامي بتاعني يشتغل بالخارجية ولده صاره بره وكبره بره يسمعون تكتل اصبع يسألون ابوهم قالهم معرف شاء القدر اجوية وفاة عمهم اخو ابوهم هاي السالفة من ابوه هسا كلهم راح اول رحمة الله اجي لقى ابنه بالفاتحة بالبيت لازم هالشكل ويدكس فيه قال له بابا اجده سوي قال له بابا دا اتعلم قال له بابا اجدت ما اتعلم الا بيوم فاتحة عمك زيان هسا انتو وزراكم ومدراكم دا يتعلموني برأس هذا الشعب الفقير اببكت المحنة اببكت الجوع اببكت الضيم اببكت السرقة ما الذي يمنع اجيب لك واحد هو من البداية رفيط قصفع ومن البداية جاهز الراقين مليونين كفاء اي ليش بتشلبين بهالزبايل ليش والله هذا قرائب الحجي وقرائب السيد او حصة فلان وفلان اطل الحجي واطل السيد واطل زعم الكتلة امن الموازنة او خلي عفونا افضل لديناكلنا خبزة مليانة افضل سووا طلبوا من الدولة مقترح قانون حصة الولد الحرامية بالموازنة حتى نخلص لازم ننظر بهذا الموضوع هذا المشكلة تروقعنا بيها هسا انا اتعاطف فياك سيادة الناب وانت موقعك مو قليل رئيس لجنة نيابية بالبرلمان العراقي عندك صلاحيات واسعة صلاحياتك مثل صلاحية النزاع جبت الوزير جبت الامين جبت المدير جبت فلان توقف هنا لا يرحم ابوك لا 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 توقف توقف اترنجاك جبت فلان اي احنا تدري انت اليوم كعظمجلس نواب ورئيس لجنة اسوي كتاب اليوم ارسل كتاب الى الوزير المعني خوش قول مع الوزير تتفضل استضافة ما قلنا استجواب استضافة في نجلة الاستثمار لوجود اسئلة عدنا اسئلة بخاطر انا اريد نسألك احنا الاسئلة لبنان على طلبات الشعب واحنا دا نشوفك تلكم فينا شباش روح هذا ساد نجم انتبه على هذه النقطة الخاطرة بالجرد ما ارسلنا الكتاب الحزب ما للوزير الفلعني قلبها للدنيا السيد رئيس الوزراء ضغطه عادي ورئيس مجلس النواب ضغطه عادي بس العباس ابو فاضل من كربلا ما تدخل قولها تدخل مجرد ما تنطخلك باحد المسؤولين اللي ذكرتهم انتهز احنا مرد يذكرت معهم مجرد فقط تكتب استضافة ليش المشكلة هم هما تورطوا بينا احنا اليوم من صارت قانون الانتخابات المناطقية ونطوحق للمرشح الفرد فزنا بالمرشح الفرد انا فزتول على بغداد ولكن احنا ما عدنا خطوط بزنز انتبه على هذه النقطة خطوط بزنز ما عدنا فلاقوا صعوبة ويانا بالتعامل فماكوا غير يضغطون علي من من أخوك القريب لك من اللي يأثر عليك من المحترم اللي وياك ضغط مطبيعي شو عندك دازة على أستاذ نجم شي سووا لك يعني انا يحتاجها علمك انه الضغوط السياسية شون تكون انا مسخة وملاد طبيب عملياتكم السياسية يعني تتدري بي اريد الناس تسمع عشرين سنة ولكن تقول لي اكو تغيير اكو تغيير اكو شقة تقول لي اكو ضغوط اكو تدخلات نعم اتحاب القبعات السوداء وكلش الكل ضغوط يعني انت لو تتحرك على مشروع وكل تهجم عليك الانظار وانت جيت تضرب الاستثمار وانت تتعيق عملية الاستثمار اي استثمار الاجازة مالتك صار خمس سنين تنفذ لك 4000 واحدة سكنية العالم بدون مصعد ليه الساعة من ال 4000 منفذ 800 واحدة سكنية العالم بدون مصعد والعمارة من تمطر الدنيا تنزل السويشات بلكمه الكهرباء الذب ماي وسياج ماكل المشروع وسكورتي ماكل المشروع جاء لمجموعة عصابة بمقفهم مع كل احترام وتقديري انا راحت ازور مشاريع اباوع شنو السالفة والله لحظين ما تقول طاب بإذنين ماكل مكانات مع السجون المرد نقول فثرت المشاريع ربع المشاريع لازمتها الميليشيات والحزاب ها اخوان قواكم الله قال اخوية تفضل قال رئيس نجية السمار قال اياه دروح اخوية ما يعرف ما منظمين كل واحد لحيته لهنانا فاحنا طبقنا بإصرار وقوة منعوكم باقي يمنع مشكلته الطب غصبا ما حلهم هل وشنو وجود القالون هاي بعد هو جايبهم المستثمر اخوان شنو ذوله حشون نلم ناس كنا لهم اخوان الاهالي المستفيدين من المشاريع من احد المشروع قال استاذ احنا جينا عليك لان انت شجاعة تحكي ما تخاف الاهالي الاهالي احنا جينا ناشدناك ولكن في نفس الوقت احنا ما لنصوت من نحكي يقول اليوم قلنا يا با مي اليوم انقطع المصاعد عاطلة قال نجي لو السيارة مشخطيها لو دعميها ما للشخص اللي يحكي اي واحد عدهم صفحات دولة اللي جايبهم المستثمر دولة المستفيدين اللي ساكنين الثمانمية الستمية من المجموعة لا ليشخطوا للسيارات اللي جايبهم بالمجموعة هم نفس من دولة قال استاذ احكي على خدمات اقول اخوان خدمات ماكو فانا رجال دافع فلوس ليش بها الطريقة قال السيارة تنشخط تنظروا بيهددونا يكتبونا علينا بالفيس تقدر تتأكد كلامي وترجع الى الصفحة الرسمية اللي باتي لح تشوف هذا الحجي موجود كله يعني حجوها العالم اشتركوا في القناة